موسيقى رئيس السيسي يشدد على ضرورة دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين لتحسين جودة الخدمة تعليمية موسيقى رئيس الوزراء يقوم بجولة شاملة بمدينة العالمين الجديدة ويؤكد أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي موسيقى وأكثر من ثلاثين شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بدير البلح وارتفاع عدد الشهداء إلى تسعة وثلاثين ألفا ومائتين وثمانية وخمسين شهيدا موسيقى موسيقى أثامنا مساء في القهرة موعد بنوراما إغبارية شاملة تأتيكم من شاشة قناة مي للأخبار أهلا بكم أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام تفاصيل النشرة أكد رئيس عبدالفتح السيسي الأولوية التي توليها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة العنصر البشرية جاء ذلك خلال اجتماع لبحث عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين اشتركوا في القناة في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية حيث تم في هذا الصدد استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وأعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية حيث أكد السيد الرئيس الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضعية والحياد والجدرة وبما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس للمزيد من المتابعة وتفاصيل ينضم إلي سيد عيمان سقر هو مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ عيمان أهلا بك وكل تحية القيادة السياسية إذن تولي التعليم أهمية وتضعه على رأس أولويات كثيرة كذلك الاستثمار في العنصر البشري أمر مهم كيف تبعت لقاء سيد الرئيس الذي كان في التقرير مع وزير التربية والتعليم وكذلك مدير الأكاديمية العسكرية أستاذ أيمن هل تسمعني؟ نهاردة كان في اجتماع مع مخابة السادة الرئيس عفاك حسينتي مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أباطيف ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية خاص الاجتماع على الدور المعلم وهمية المعلم وتطوير كوادر المعلم الدولة المصرية منذ بداية منظومة التعليم الجديدة هناك اهتمام كبير بتطوير المناهج وفي نفس الوقت تطوير الكوادر المعلمين وقادرين داخل المدارس اجتماع اليوم ركز على أهمية استمرار منظومة تطوير المعلمين من خلال تطوير المهارات والدورات التدريبية بالإضافة كما نعلم أن هناك مبادرة السادة الرئيس عفاك السيسي 30 ألف معلم على مدة خمس سنوات بإجمال 150 ألف معلم هذه المبادرة يتم فيها التقاء واختيار الأصلح والأفضل عملية الإختار المعايير أو الأفضل الأصلح حضرتك بتتكلم على تقدم خدمة تعليمية لطلاب من سن الرودة حتى السنوات العامة يجب أن يكون المدرس على أعلى مستوى سواء من ناحية السنية أو المهنية أو اللياقة البدنية وكافية التعامل وكافية تقديم المعلومة بالتوازي مع المنظومة الجديدة كل هذا ما توليه الدولة للمعلمين وتطوير الكوادر لتقديم خدمة تعليمية مميزة على أعلى مستوى خاصة أن مصر تقدمت كثيرا في التصنيف العالمي في مراحل التعليم المختلفة وإن شاء الله يكون هناك استمرار لهذا التقدم مع الألية الجديدة التي تتخذها الدولة سواء من ناحية تطوير المنظومة التعليمية من ناحية المناهج وتطوير وتدريب المعلمين من خلال متابعتك خلال الفترة الماضية هل هناك رؤية جديدة الآن لتطوير الجانب التعليمي لتطوير العنصر البشري يعني بطبيعة الحال هناك ملفات كثيرة منها ما هو صعب ومنها ما هو يعني يعتبر تحديا على مستوى السنوات المقبلة لكن مسألة التعليم تحديدا دول نهضت بالاهتمام بالتعليم بالفعل يعني هناك منذ تطبيق المنظومة الجديدة أنا في اعتقاد الشخص والمتابعة اليومية لملكة التعليم المنظومة الجديدة للتعليم سواء المناهج أو ما يتم مع المعلمين من أفضل منظومات عالميا هناك تقدم كبير في مستوى الطلاب نحن نتحدث عن ثمان سنوات من أول روضة روضة واحد ورودة اثنين حتى الصف السلز الابتدائي والعام المقبل الصف الأول الإعدالي هناك تطور كبير في مهارات الطالب في التعامل في القراءة باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة أن العام المقبل سيكون هناك خمس لغات في المرحلة الإعدالية يتم الإختيار منها كل هذا هناك تطويت بفعل في المنظومة يبقى كي هناك تحديات أنا معك أو هناك تحديات تواجهها الوزارة سواء من عجل المدرسين أو الكثافات داخل المدارس أو إثبار الطلاب على المدارس فساها كل هذه المشاكل الوزارة تعمل حاليا على حل هذه المشاكل شكراً جزيلاً أيمن ساقر مدير وكالة أنباء شرق الأوسط كل تحية إليك أكد رئيس المزراء دكتور المصطحة المدارسة أهمية المشروعات التي تنفيذها في السحل الشمالي والتي تضع مصر على خريطة الإستثمار والسيحة العالمية وقد جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمدينة العالمين حيث شدد مدبولي على ضرورة تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات السكانية وفقاً للجداول الزمنية الموضوع جولة تفقدية موسعة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة بدأها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل المنشآت بالمدينة التراثية واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المدينة التراثية والمشروعات المتنوعة التي تقام بها ويأتي على رأسها بحيرة رئيسية ومسجد وكنيسة وأبرة ومتحف ومجمع سينمات ومصرح روماني والعديد من المباني التجارية كما تفقد رئيس الوزراء الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع الحي اللاتيني بالعالمين الجديدة المقام على مساحة تقترب من 400 فدان ويتكون المشروع من مناطق خضراء وعمارات سكانية ومناطق خدمية حيث أشاد رئيس الوزراء بجودة أعمال التشطيبات المنفذة ووجه بضرورة الاهتمام المستمر بأعمال التشجير كما تفقد رئيس الوزراء مشروع أبراج الداون تاون ووجه بأهمية التركيز على التسويق للمشروع بصورة مميزة وأعطى إشارة البدء لحفر منطقة الكريستال لاجون التي تتوسط الأبراج ومن نقطة مشاهدة من الطابق الواحد والخمسين بأحد الأبراج وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالمخططات الزمانية للتنفيذ كما شملت الجولة تفقد مشروع سكن مصر بمدينة العالمين الجديدة والذي يعد من المشروعات المتميزة لشريحة متوسط الدخل ويتكون المشروع من 128 عمارة سكنية تضم ما يقرب من 5000 وحدة سكنية منها ما تم تسليمه للمواطنين وجاري تنفيذ باقي المشروع رئيس الوزراء تفقد كذلك مشروع الكمباوند السكن الترفيه التجاري الإداري مزارين تمهيدا لبدء تسليم الوحدات للحاجزين وأشاد رئيس الوزراء بقودة أعمال التشطيبات المشروع مقام على مساحة تقدر بأكثر من 700 فدان حيث تم الانتهاء من 70% من نسبة تنفيذ المشروع وخلال الجولة تفقد مدبولي الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة والتي تضم 15 برجا وتبلغ عدد الوحدات السكنية بها أكثر من 5000 وحدة سكنية بالإضافة إلى ما يقرب من 700 وحدة تجارية والتي من المنتظر أن يبدأ تسليم عدد منها خلال الشهر المقبل ويستمر حتى نوفمبر من العام الجاري وفي ختام جولته تفقد رئيس الوزراء المنطقة الترفيهية المقام بجوار الأبراج الشاطئية والتي تشمل محل تجارية ومطاعم وكافيهات وأنشطة متنوعة وأجرى حوارا مع عدد من رواد المنطقة الذين أشادوا بجودة وتنوع الخدمات بها كما قام مدبولي بجولة بأحد الشواطئ بالمنطقة المصاحبة للمنطقة الترفيهية وتعرف على الأنشطة التي يتم تنفيذها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين العالمين الجديدة مشروع حضاري مميز توليه الدولة اهتماما خاصا بما يشهده من تنفيذ منشآت سكنية وخدمية وترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط أحمد أبو الحسن أني للأخبار استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور خالد العلاني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو هذا واقترح سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن لقاء تناول تطورات حملة الترشح المصري الحاصل على تأييد قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مؤكدا الأولوية التي تعطيها دولة لهذا الترشح المهم لا سيما في ضوء الأهمية الخاصة لمنظمة اليونسكو ودورها المحوري في ظل العلاقات التاريخية المتميزة لمصر مع المنظمة ترجمة نانسي قنقر لليوم الخامس والتسعين بعد المائة الثانية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة مخلفا عشرات الألاف من الشهداء والمصابين بينما تستضيف العاصمة الإيطالية غدا جولة من المفاوضات لبحث التواصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وما يثير التساؤل حول جدية الجانب الإسرائيلي في التواصل لقرار بشأن وقف الحرب على القطاع التي كانت نتائجها الكارثية أحد محاور النقاش على طاولة اجتماع رابط الدول أسيان المزيد في هذا الملف مع الزريل أحمد عتابي إليك أحمد شكرا جزيلا لك مجدا أهلا بكم ما زلنا نحن وأنتم مشاهدين الكرام شهودا على تلك الفترة التي تعتبر الأسوأ في تاريخ المنطقة العربية الحديث حيث لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تتلذذ باللحم الفلسطيني في مقتلة مستمرة في قطاع غزة على امتداد أكثر من عشرة أشهر ويبدو أن تلك الآلة آلة الحرب الإسرائيلية لم ترتوي بعد من دماء الأطفال الفلسطينيين المحاصرين في القطاع فقد أعلن مسؤول الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من ثلاثين شخصا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح في وسط قطاع غزة وقد أصفر القصف الإسرائيلي عن إصابة حوالي مئة شخص آخرين من جهته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن غارته الأخيرة في دير البلح استهدفت مجمع قيادة وسيطرة يتبع حماس تم إخفاؤه داخل المدرسة على حد زعمه وقد كان جيش الاحتلال قد طلب سكان الأحياء الجنوبية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلائها بشكل مؤقت لاستكمال عملياته الميدانية ووجه جيش الاحتلال في بيان له أوامر للسكان بالانتقال إلى منطقة إنسانية في المواصي وأضاف أن قواته خاضت معاركة مع عناصر من الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية في تلك المدينة في سياق متصل أعلن مجمع عناصر الطبية استقبال جثمين 14 شهيدا صباح اليوم من جراء قصف الاحتلال عددا من المنازل بخان يونس لليوم الخامس وتسعين بعد المائتين على التوالي تواصل قوات الاحتلال للإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنين واستوضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان مصادر أفادت أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أنحاء متفارقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين موقعة عشرات الشهداء والجرحة قوات الاحتلال تواصل اجتياحها البري لإحياء واسعة في رفح منذ السابع من مايو الماضي والتواغل في خان يونس لليوم السادس وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة مقاتلات الاحتلال الحربية شن ضد غارات على منزل عائلة المصري في منطقة مصبح شمال رفح ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين كما استهدف جيش الاحتلال منطقة القرارة شمال خان يونس بقصف مدفعي ونسف مجموعة من المباني السكنية في شمال المحافظة الوسطى مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت فجر اليوم نيرانها تجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين في منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس وفي المناطق الشمالية بمدينة رفح جنوب القطاع وشن تيران الاحتلال عند منتصف الليل غارة جوية على منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه أوامره لسكان الأحياء الجنوبية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة إخلاء المنطقة مؤقتا والانتقال إلى منطقة إنسانية في المواصي لاستكمال عملياته الميدانية بتلك المنطقة يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى تسعة وثلاثين ألفا ومائتين وثمانية وخمسين شهيدا وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أيضا فيما تعلق بعدد الإصابات فقد وصل إلى تسعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانين مصابا خلال مائتين وتسعة وخمسين يوما من تلك الحرب أو المقتلة المستمرة في القطاع أيضا ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر راح ضحيتها واحد واربعون شهيدا ومائة وثلاثة مصابين خلال أربعين وعشرين ساعة مضت فقط وأشرت وزارة الصحة في قطاع غزة لأن هذه الأرقام لا تتضمن وآلاف الضحايا الذين لا يزلون تحت الأنقاض بينما لا تستطيع التواقم الإسعاف رغم إمكانياتها المحدودة وربما تكون معدومة فضلا عن قوات الدفاع المدني لم تتمكن هذه التواقم من الوصول إليهم وإنقاذهم استمرارا لجهود التوصل لاتفاق الوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعقد غدا في روما اجتماع ربعي يشارك فيه مسؤولون من مصر والولايات المتحدة وقطر بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية وقد أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة أكدت تمسكها بضرورة التوصل لسيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة مسعى جديد لإرساء هدنة في غزة تشهدها روما عبر اجتماع ربعي يضم وفود من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل وفي إطار الجهود الحفيفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة تشدد القاهرة على ضرورة أن ينص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار ويضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويكفل حرية تحرك مواطن القطاع وانسحابا إسرائيليا كاملا من معبر رفحة عند الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر على الجانب الآخر يسعى الكيان المحتل إلى إدخال تعديلات على خطة الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين ما يتسبب في عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق النهائي لوقف الحرب المستعرة منذ أكثر من تسعة أشهر في الوقت ذاته تلقي المفاوضات المزمع إجراؤها في العاصمة الإيطالية بظلالها على احتمالية تغير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل إذا ما فازت كاملا هاريس في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض فيما يؤكد منافسها دونالد ترامب على دعمه المطلق للكيان الصهيونية راميا بعرض الحائط أي محاولة لإرساء الهدنة بغض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية ولم تكن هذه المحاولة هي الأولى لفض النزاع وإنهاء الحرب في غزة بل سبق وقدم الرئيس الأمريكي صياغة لتعديل مقترح إسرائيلية لوقف إطلاق النار عكست بدورها إجراءات تفتقر للشفافية واقتراحات مطاطة فيما يتجرع شعب أعزل يوما بعد يوم ويلات لا تنتهي يأن لها الضمير البشري أمام حالة مذرية من الصمت الدولي ومعاناة منقطعة النظير للشعب الفلسطيني ما بين آلام الفقد وبراث الجوع ما يشكل كارثة إنسانية يندى لها الجبين على جانب آخر حث بيان صادر عن اجتماع رابطة آسيان جميع الأطراف على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين كما عبرت المجموعة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهوري في قطاع غزة وخلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان قال وزير الخارجات الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تعمل بشكل مكثف ويومي لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فضلا عن ضرورة العمل على إيجاد مسار لسلام آمن ودائم في المنطقة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تواصل الأوضاع في القطاع المنكوب فرض نفسها على الساحة الدولية أمر بدى واضحا من تناوله داخل أرويقة اجتماع وزراء خارجية رابطة دول كنوب شرق آسيا الذي وقد في لاوس ليدلل بوضوح على مدى تأثيره على الساحة العالمية المجتمعون في تجمع آسيان دعوا جميع الأطراف إلى العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين كمدخل لحل القضية الفلسطينية كما عبرت المجموعة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وكذلك العدد المروع للضحايا جراء الحرب المستعرة في القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر ولت ارتكب فيها جيش الاحتلال أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل وزير الخارجية الأمريكي أكد أن بلاده تعمل بشكل مكثف ويومي لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بينما طالبت نظيرته الإندونسية بضرورة التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم كما انتقدت بشكل واضح مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في قطاع غزة تأكيدات ومطالبات تظهر بوضوح لا لبس في حجم المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحرب الدائرة في القطاع لكنها تظهر أيضا مدى العجز الدولي عن اتخاذ قرار واضح ليس فقط بوقفها وإنما بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على مرتكبوه من جرائم خلال تلك الفترة وبرغم إيجابية الطرح وأهمية التناول للأوضاع في غزة خلال تجمع رابطة أسيان إلا أنه بحسب مراقبين يفتقر إلى خطوات ملموسة تفضي لوقف الحرب ورفع المعاناة أو على الأقل الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية للقبول بوقف إطلاق النار وعدم المماطلة في التفاوض بشأن ذلك الأمر إذن مشاهدين الكرام نذكركم بأهم نقاط التي جاءت في بيان قمة أسيان تعاطيا وتفاعلا مع تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة فقد حث بيان قمة الأسيان جميع الأطراف على العمل نحو تحقيق السلام وذلك بهدف تحقيق حل الدولتين أيضا أعرب البيان عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وتحدث بشكل واضح وصريح عن أعداد الضحايا التي تزداد يوميا وربما ساعة بعد ساعة من جراء تلك الحرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في تصريحات له مؤخرا أكد أن الولايات المتحدة تعمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار في غزة وأنها تسعى لإيجاد مصار لسلام وأمن دائمين في المنطقة كلها بينما وزيرة خارجية إندونيسيا في تصريحات أيضا لها مرتبطة بذات الملف أكدت أنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم كما أنه لا يمكن مواصلة غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني المؤلم في قطاع غزة للمزيد من المتابعة وطرح الكثير من التساؤلات حول تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا من القدس المحتلة أسيد إسماعيل مسلماني الخبير في أشغون الإسرائيلية أهلا بك أساد إسماعيل أسعد الله أقاطكم جميعا لكل المشاهدين لقناة النيل يبدو من مجمل المعطيات لتطورات الحرب الإسرائيلية أو المقتلة المستمرة في قطاع غزة على امتداد أكثر من عشرة أشهر يبدو أنه لم يبقى للفلسطينيين في قطاع غزة إلا صمود هل من الممكن أن ينكسر هذا الصمود لقدر الله أم برأيك انطلاقا من قراءتك للعقلية الفلسطينية والحالة الفلسطينية وأيضا ربما المعطيات الجديدة الآن على أرض الواقع في قطاع غزة أنه لا يزال هناك بقية من صمود لدى الفلسطينيين طبعا بات واضحا أولا بأن هذا الصمود والسمرار وهو بحاجة إلى حاضنة هذه الحاضنة هي فقط أهالي قطاع غزة لكن الحاضنة هذه بحاجة إلى دعم عربي ودعم أوروبي ودعم دولي وما يجري على الأرض يعني يفوق التصور العقلي يعني لم يعد أحد يستوعب ما الذي يجري أربع مجازر في يوم واحد يوميا القصف متواصل تحت دريعة أن العمل العسكري أو الضغط العسكري يؤدي إلى المزيد من التنازلات هذا المبرر كأنه يطبق نتنياهو نظرية ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة وبالتالي ما يجري على الأرض ممنهج الموضوع ليس أهداف الموضوع هو أهداف مدنية ضرب كل قطاع غزة معاقبة كل الشعب من النساء الأطفال الشيوخ المسنين إلى آخره واضح لا يوجد مكان آمن 180 ألف تم نزعهم وإخلائهم من منطقة قان يونس إلى منطقة المواصي تحت إدعاء أن هذه المنطقة آمنة والحقيقة أنه لا توجد منطقة آمنة استهداف المدارس تحت دريعة أيضا قيادة حماس إذا ذنت لي إذا ذنت لي سيد إسماعيل طبعا هذه المشاهد ربما يعني وتجعها القاسي والداني ولكني مرة أخرى إذا ذنت لي أبحث معك فيما يشبه حالة العصف الذهني عن مخرج لأهلنا في قطاع غزة حركة وضحت أنه صحيح الصمود موجود أو البقية من الصمود موجودة من أهلنا في قطاع غزة لكنه بحاجة إلى حاضنة عربية ومن خلفها حاضنة إسلامية أشمل وأعم أما وإنه العرب والمسلمون حسب رأي الكثيرين خذلوا الفلسطينيين هل لا تزال تراهن على هذه الحاضنة ولو بقدر بطبيعة الحال بالماطيات التي تقول عشرة شهور والعالم يشاهد عبر الفضائيات أعتقد أن قطاع غزة نحن لا أمل في نهاية لكن نضع الأمور بشكل منطقي إلى متى هذا الصمود أو إلى متى هذا البقاء حيا في الشوارع وتحت سلاح التجويع والمياه والكهرباء والبنية التحتية المضمرة هناك حد ثقت معين وعلى ما يبدو أن إسرائيل بالرغم من كل التقارير الجيش الإسرائيلي تشير بأن نهاية أو القضاء على المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى سنوات هذا يعني إغلاق المعابر وإغلاق معبر رفع وإغلاق كافة المعابر ودخول شح من المساعدات وكل المستشفيات سوف يصل إلى مرحلة أن قطاع غزة لن يصل إلى مرحلة السمود وعلى الأقل أنه واضح أن الاستهداف هو مدنيين يعني ليس ضايل إلا غير يعني ينهو كل القطاع غزة ويتخلصوا منه بالعقلية العنصرية الهمجية التي ممكن أن تقال لكن بكل الأحوال ما زالت الأمال موجودة بالرغم من الدفع باتجاه لعل وعسى أن موضوع إيطاليا لكن واضح أن نتنياهو يضع العراقيل ويضع شروطا جديدة قبل ساعتين أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل التعديلات هذا يعني المزيد من نتنياهو بالمماطلة أكتر لكن السؤال الذي أنت تسأله يعني دعنا نقول بشكل واضع وأنه من غير المتابع أو كفلسطيني أن يقول والله أنه يعني مش رح يقدروا يكمله من هنا لآخر الشهر لكن هذه تبقى روح المعنوية العالية تبقى روح العقيدة التي يتم حملانها لكن في نهاية العمر يجب أن نكون أكتر منطقيين إلى متى سوف يعني يستطيع هذا ما وهذا البند هو واحد من الأهداف الرئيسية لا يختلف اثنان يعني على تاريخ المقاومة الفلسطينية والقضايا الفلسطينية لا يختلف اثنان على قدرة هذا الشعب على الصمود والتحدي وكسر إرادة المحتل في أكثر من المناسبة لكن الوضع الآن يعني جد خطير وجد مؤسف وجد مخزي ولا نجد عبرات تصفه بهذا الوصف شعبي وباد أمام أعيننا ولا نحرك ساكنا كعرب أو مسلمين أما وإنه يعني لا شيء جديد وضاف في هذه المسألة أنتقل معك إلى الجبهة الإسرائيلية هل من ممكن أيضا أن يكون هناك شكل أشكال الانفجار داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وبالتالي تحدث الانفراجة في قطاع غزة قبل الإجابة على سؤالك شعبنا الفلسطيني يعني مر بمحطات نضالية كثيرة يعني أجهضة في العديد من المحطات وهذا صراع مفتوح لكن أن يرفع يده ويرفع الراية البيضاء هذا من المستحيل لأننا نذكر عام 48 67 56 72 87 الانتفاضة الأولى الثانية وبالتالي الاحتلال جرب الشعب الفلسطيني بكل أدواء لكن هذه المرة كانت قاسية ومؤلمة حقيقة نحن نعمل الفرج من الله عز وجل يعني ينقذ ما تبقى من قطاع غزة وإلا أن المأساة يعني تزداد يوما بعد يوم الجبهة الداخلية في إسرائيل الأمور بدأت يعني نتنياهو ذكي جدا يعني نجح بالخصوم ما بين داخل المعارضة ونحن كنا الجميع كان يراهم أو على الأقل كان الكل يعتقد بأن خروج جانت وإزنكوت من حكومة الطوارق سوف يخلق حالة في داخل الشارع الإسرائيلي لكن نتنياهو مرة أخرى استطاع أن يلعب على كل الأوثار وخاصة موضوع الخطر الخطر الوجودي الذي يتعلق في إسرائيل والمراهنات عليه المعارضة ضعيفة جدا وبالتالي الآن تستدخل الكنيسة عطلة وبالتالي إزاحة الحكومة هذا من المستحيل الآن يعني 90 يوم لدى نتنياهو يعني انفراج كبير يستطيع الآن انه فيش حدا بقدر يضغطه في داخل الكنيسة بمعنى آخر ولا حتى قلصة طريقة ولا حتى ممكن إلا فقط الحكومة نفسها هي تعلن انسحابها وهنا ممكن الدعوة إلى انتخابها فقط لا توجد هذه الحالة وهذا نتنياهو ما كان يبرمج له منذ قبل ذهابه إلى واشنطن لكن الشارع نفسه وصدر إسماعيل الشارع المواطن أو الناس نعم المواطنين في الشارع نعم هناك اتطلاعات رأي كل هذه الاتطلاعات الرأي التي نراها أن جزء كبير مع الصفقة وجزء كبير لا يؤيد نتنياهو هناك أيضا آراء في الشارع الإسرائيلي أنا أتحدث عن حالة غضب أو غضب أن الممكن أن تتفلت من بين يد نتنياهو أم أنه لا يزال بأجهزته مسيطر على الشارع الإسرائيلي مازال هو مسيطر ومازال حتى الجيش الآن لاحظنا أكثر تقاربا مع نتنياهو يعني المستوى السياسي يتقارب مع المستوى وبصراحة يعني خروجه إلى الكونغر الأمريكي أخذ الضو الأخضر أعطوني استلاح هكذا قال من أجل أن أنهي حركة حماس بأسرع وقت وشبه نفسه بالشرشل للحرب العالمية الثانية بما معناه أعطوني المزيد من استلاح حتى أقضي نهائيا واضح جدا أن نتنياهو يماطل مع الوسطاء ويماطل أمام العالم من أجل كسب وشراء الوقت أمام المشهد الإسرائيلي هي يقول للإسرائيليين وللأهالي هاي أنا بدأ هاي المفاوض يطلع على روما وهاي المفاوضين أعدين وهاي الوسطاء أعدين وكل مرة يزيد شروط يعني أكثر تعقيدا يبدو أنه ليس لها من دون الله يكاشف أشكرك شكرا جزيلا أساد إسماعيل على هذه الإطلالة الموجزة معنا الأساد إسماعيل مسلماني الخبير في شؤون الإسرائيلية متحدثا إلينا من القدس المحتلة في ذات السياق دع الممثل الأعلى للتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف مسعيها لتصنيف وكلة أونروا بأنها منظمة إرهابية وشدد بوريل على أن حضر أونروا ووصفها بأنها منظمة إرهابية إنما يمثل اعتداء على الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل الوكالة مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى العديد من الشركاء في دعوة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذا الهراء وذلك على حد وصفه نكتفي بهذا القدر مشاهدين الكرام من متابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لكن تبقى المتابعة مستمرة معكم على مدار خدماتنا الإخبارية على امتداد اليوم الآن هذه عودة من جديد إلى زميلة مجدى الاضي واستكمال بقية تنباء الفترة الإخبارية إليك مجدى شكرا لك تبيع على متابعة الملف عودة لقراءة الأخبار مجاهدين حيث نفى حزب الله واسليته عن إطلاق صواريخ على قرية مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل بشمال إسرائيل خلفت تسعة قتلى واربعة وثلاثين جريحا كانت وسائل الإعلام إسرائيلية قد أفادت بسقوط عدد من قتلى جراء سقوط أكثر من مئة صاروخ في منطقة لمجدى الشمس في الجولان المحتلة مضيفة أن الصواريخ أطلقت من لبنان وأشار التقرير الإعلامية أن هجوما صاروخية من الأراضي اللبنانية وقع على ملعب لكرة القدم بالجولان المحتل وفي المقابل أعلن مصدر أمني اللبناني مقتل أربعة من مقاتل حزب الله في غارة إسرائيلية كانت الصحة اللبنانية قد أعلنت سقوط 490 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى ثلاث والعشرين من الشهر الحالي حضر خارجي صيني وانج بي الفلبين من نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تغدي توترات الإقليمية وتشعل صداق التسلح وأرسلت اللولات المتحدة نظام الصواريخ تايثون إلى الفلبين في إطار تدريبات عسكرية مشتركة في وقت سابق من هذا العام وقال مسؤول عسكري فلبيني إنه لم يتم إطلاقه خلال في البلد وأبلغ وانجوز الخارجي الفلبيني أن ريكي مانالو خلال اجتماع في فانتيان أمس بأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مفترق طرق وأنه لا يوجد سبيل لتجنب الصراع سوى بالحوار لأن الفلبين انتهكت مرارا التوافق بين الجانبين والتزاماتها أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي سلسلة هجمات كان يخطط لها مسلحون في جمهورية داجستان جنوب البلاد وكانت ستستهدف قوات من الشرطة وكنيسة أورتودكسية وأضف الجهاز أنه اعتقل ثلاثة مواطنين روس في مدينة كاسقيسك هم أعضاء في منظمة إرهابية دولية كما أعلن المحاققون مصادرة عبوات ناسفة بداية الصنع وأسلحة أخرى مشاهدي الكرام هذه نشرة ما يزال فيها المزيد نتابع بعد أخبار الاقتصاد بأمر الله مصر تشارك في مؤتمر وزراء الأوقاف وشؤون الإسلامية تسعى المنعقد في مكة المكرمة يلا يا شباب حطوا أديكم في إيدينا نبني مصر من جديد يا شباب مصر محتاج لكم متيجوا نشتغل وبجد مع تحيات شركة جرين ماجيك للإنتاج الصناعي أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام إذن إلى أخبار الاقتصاد نعم وأخبار الاقتصاد مع زميل محمد سليمان إليك محمد شكرا لك مجدا وأشكرك محمد مرحبا بكم أخبار الاقتصادية في بانراما الثامنة وتتابعون فيها وزير التموين يتفقد عددا من الخدمات والمشروعات التموينية بمحافظة الإسكندرية أهلا بكم أكد وزير التموين شريف فاروق أن الفترة المقبلة ستشهد تعونا بين وزارته ومحافظة الإسكندرية في كافة الأنشط التموينية سعيا لإرضاء المواطنين جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير الإسكندرية حيث تفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة من مكان الآخر تجول وزير التموين بمحافظة الإسكندرية للإطمينان على الحالة التموينية بها جولته التي بدأت بأحد مراكز الخدمة والتي أتبعه أيضا بأحد المخابز انتهت بأحد الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لإنتاج الزيوت فمن هنا وبأحد مراكز الخدمة بالأسكندرية بدأ وزير التموين جولته للإطمينان على الخدمات المقدمة للمواطنة على بطاقة الدعمة المركز قائم على خدمة المواطن من فصل اجتماعي وبدل تالف وبدل فائد وخدمات أخرى الخدمة لا تتعدى الخمس دقائق أقل لينتقل بعدها وزير التموين إلى أحد المطاحنة للإطمينان على إنتاج الدقيقة حديثه مع المسؤولين بالمطحن جاء ليؤكد أن القادم أفضل سواء في الإنتاج أو الحوكمة وده واحد من الأدوار اللي احنا لازم هنهتم بيها والتأكد من استقرار الأسعار والتأكد من توفر السلع ورجوعا لسؤال سيادتك بالتحول الرقمي أيضا ده واحدة هتكون من اهتمامنا في المطاحن نحن نزود السعة بتاعتها وده باستخدام التكنولوجيا الأمر لم يقف عند هذا الحد بل استكمل للوزير جولته على أحد المخابز للإطمينان على إنتاج الخبز المدعم ووصوله إلى مستحقية ده أحد المخابز اللي موجوده في محافظة الإسكندرية 1382 مخبز ده مخبز آلي مرغوف على دقيق مجر أطع وفرادة اللي بيتباع الرغيف بعشرين قرش على البطاقة التنمونية وبحسب القائمين على الأمر فإن إنتاج المخابز يصل إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا تصريحات الوزير عنه جاءت لتؤكد دعم الدولة له رغم تحريك أسعار المحروقات لتكون تلك النتيجة وقبل الختام تفقد وزير التموين أحد المجمعات الاستيلاكية لمعرفة الأسعار وجاءت توجيهاته بالتخفيض لنسبة أن تصل إلى أكثر من العشرين في المياه ليختتم وزير التموين جولته بالأسكندرية بأحد مصانع إنتاج زيوتا للاطمئنان على عملية التصنيع وجودة المنتجة المنطقة دي سيابتك وحضركها تشوفها دي عبارة عن خمس أرصفة بياخدوا عشرين عربية أتطايم يعني أنا ممكن عندي عشرين عربية يخشوا ويمكن في الفترة الأخيرة عشان نرفع الإحداثات الاستراتيجي ما أحسن به رفعنا فنم جبنا تقريبا مية واحد مرة فالدنيا تكدست جامد يمكن كنا نتكلم ساواحد بالليه عشان أشوف الأرصفة دخلنا مرة سبعين عربية في اليوم انتهت الجولة بالأسكندرية وقريبا سوف تبدأ جولات أخرى للاطمئنان على الحالة التامنية بكل المحافظات رمضان الشحاية قناة النيل للأخبار أكد وزير مالية أحمد كوجك أن الدولة تعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات جاء ذلك خلال لقاء وزير مالية بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل وأعرب وزير مالية عن تطلعه إلى موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 من يوليو الحالي مؤكدا أن وزارته تستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مصاري الحصول على تمويل على تمويل الصندوق المرن والمستدام قام دكتور محمود أسمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية مفاجئة لقطاع الشبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان والذي يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهيليوبلس والهيكستيب وتابع الوزير مستجدات العمل فيما يخص الطاقة الكهربائية المشترى والمباع والفاقد بمختلف أنواعه والواقع الفعلي لتشغيل معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد الوزير على ضرورة نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين والحفاظ على استمرارية الطيار الكهربائي ووقف تخفيض الأحمال بدأت سلطنة عمان في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بمدينة سوري الساحلية ومن المقرر اكتمالها بحلول العام 2029 وذكرت الوكالة الرسمية العمانية أن إنشاء القاطرة الجديدة للغاز الطبيعي المسال سيتم بالمجمع الصناعي في ولاية سور بسعة انتاجية سنوية تقدر بنحو 3.8 مليون طن متري ما سيرفع انتاج سلطنة عمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن سنويا انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة لزميلي محمد ترك ومجد الخطيب لاستكمال البانوراما شكرا لك محمد على هذه القرآن شكرا جزيلا تشارك مصر في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف وشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلس التنفيذي الذي تنظم وزارة شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية وذلك برعاية المملكة العربية نعم يوقد المؤتمر في مكة المكرمة تحت عنوان دور وزارة شؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال وتبحث الدول المشاركة التي يبدو عددها ستين دولة تجديد مفهوم الخطاب الديني ومواجهة مستجدة التطرف والإرهاب وأهمية تحصين المنابر من خطاب الكرهية وتطرف وتنبيه لخطورة الفتوى دون علم اختتمت بالأكاديمية العسكرية المصرية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابعة للاتصالات كذلك مسابقة الابتكارات العلمية في دوراتها الثالثة شارك في المؤتمر العديد من طلبة جامعات المصرية والدولية والكبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC إيجيبت 2024 ومصابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم والتي استمرت فعاليتهما على مضار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية وشملت الأنشطة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفقار العلمية للمساهمة في إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وفي ختام المؤتمر نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي تحياتي وتقدير الفريق أول عبد المجيد سكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات للاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومصابقة الابتكارات العلمية وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمي الهام وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من المؤتمرات العلمية والبحثية التنظيم الرائع والكواليتي بتاع الحاجة اللي موجودة يعني طبعا دي شكر كبير للقوات المسلحة أن تطلع بالصورة التنظيمية الهيلة دي فيه تقدم كل سنة في المعرض الحمد لله مستوى الطلبة في نماء المستوى العسكرية متبنية جدا المجتمع المدني بنبدأ أن أنا ممكن أشوف فكرة مشروع تانية أبدأ السنة الجاية أشتغل عليها وطور من نفسي فيها بدأ المجتمع والحياة العسكرية الاتنين يتدمجوا ببعض بحيث أننا كلنا في الآخر نخدم مصر أطلقت مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية والهلال الأحمر المصري حملة إيد وحدة وتهدف الحملة لتقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظة الجمهورية إيد وحدة حملة أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاقها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري تهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في مصر في هذا السياق أكدت بوثينا مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة أنها تأتي في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار التعاون كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بما يؤدي لتعزيز الجهود التنموية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة مما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعبالة الاجتماعية وأكدت بثينا مصطفى أن مبادرة إيد واحدة تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة كذلك تقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجهات المشاركة في المبادرة تعمل على تنصيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجة والفرحة تبطل في البار مرحباً 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 اشتركوا في القناة ويؤكد أهمية المشروعات الجارية تنفيذها في الساحر الشمالية أكثر من ثلاثين شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بدير البلح وارتفاع عدد الشهداء إلى تسعة وثلاثين ألف مائتين ثمانية وخمسين منذ سابع من أكتوبر الماضي شكرا لكم كل التحية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة